وإلى هذا الخبر العاجل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تنول متابعة الموقف التنفيذي لجهود تنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتصق مع أهمية وخصوصية المكان الفريد لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار ما يمحد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء ترجمة نانسي قنقر